السلام عليكم. حالياً كنت واجدوا في قربة في الدنبوم قرونيتي بعد قريباً 200 متر على ود بيت. اللي هو الموريد الأساسي لشرب المياه الصالحة الشرب بنسبة لسكينة مدينة الخميسات وبعد وبعد المدون المجاورة. هذا المكان يعرف اولى يعني كاتهية له واحد الكاريتة اللي توقعها السكينة ديال هذه المنطقة هذي. واللي اساساً مرتبطة بالمخلافات اللي غدا يخرجوها هذه الوحدات لتربية الدواجين وتفقيص البيض. بالنسبة لنا كسكينة ديال هذه المنطقة على ما شي ضد شي مشاريع تنموية اللي فعلاً غدت غدت شوية من من المساوي المعيشي ديال السكينة ولكن ضد اي حاجة كتمس سلامة الصحية ديال الساكينة. وكذلك اه الفرشة المائية اللي خاصة بهد بواد بات. ومجموعة ديال تأثيرات اللي اكيد غادي تبتل من الملامح الطبيعية ديال المنطقة. في حين ان المنطقة كتزخر بمجموعة ديال ديال مواقع ايكولوجية اللي غادي تلعب واحد دور كبير في مشاريع اخرى ربما تكون سياحة الجبالية ولا السياحة اللي مرتبطة أساسا بالاقتصاد التضامني. في حين اننا كنجوك نلقاو هاد النوع ديال هاد المشاريع بحالي لما قادرينش هاد المستميرين ما قادرينش ينجو لنا افكار ديال المشاريع اللي غا تكون في المستوى وكون كاتماشا مع ما هو بيئي. بالنسبة لنحنا هاد هاد الوقفة هادي جات من مورة مجموعة ديال الاجراءات درنها كسكينة اللي فيها توقيع ديال العرائض وتمت المورة سالة ديال عملات اقليم خمويسات وسيد القائد ديال مجمع الطلبة ديال ايتوريبل وكذلك مجموعة ديال جهات على السعيد الجهوي من ضمنها والي جهة الريباط سالة ولي الريباط سالة قنيطرا وكذلك المدير الجهوي الاستثمار ووزارة الداخلية ووزارة البيئة وكذلك وكذلك وكالات الحوض المائي اللي تبع له هاد المنطقة هاد ديال الودبيت نحاول لن نخفو او لن لزمو هاد المستميرين يدلون فكرة المشروع على الأقل يضحون الضمانات من أجل الحفاظ على الفرشة المائية والساكينة لا تتضرر خصوصا أن هذه المساحة المشروع مجاورة كلها ضائر بها ساكينة لا يوجد بلاسة خالية كلها ساكينة بولدتها ومع مرة سنين لا يمكن أن نحجرها بسبب واحد المشروع الذي يعود على مولا بوحدته بالنفع وما تبقى سيعيش انتكاسة كبيرة وتحية نحن مع المشاريع التي تريد أن نفع للساكينة ولكن ضد مشروع يضر البيئة وتضر الساكينة والشي لاش نحن نديرين هذه الوقفة اليوم هنا باش نددوب بشي حاجة اللي كتضرب الساكينة وتضرب هذا المنطقة اللي هي فلاحية بانتياز مئة في مئة وما نطلبوها شي حاجة اللي هي مستحيلة فقط نطلبوها أنه يكونوا مشاريع ترضب النفع للساكينة وما تكونش عليها ضرار هذا هو اللي كين أعوذ بالله ملكي طباجي بسم الله مرحيم احنا نطلبوه من الملك هذا الضرار ديال البجاج ما نبغيوش كل شي زوين كل شي مسروع كي مكان سوى الجاج بغاديش نبغيوه احنا ضرر ديالنا ولا للماء ولا للساكين ولا لكل شي السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم نحن ساكينة دوارة بن حمادي المجاورة لمكان المشروع نرفض إنشاء ثمانية وحادات لتربيات الدواجي وتحضين البيض بفدان بومغرون ونطالب السلطات المعنية وكل الغيورين والمجتمع المدني بالتدقل لإيقاف الكارثة الصحية التي تهددنا وتهدد فرشات وادي بهت المائية كما نعلن أننا سنواصل احتجاجنا وترافعنا بشتى الوسائل التي يكفلها القانون لنا والسلام لا تنسوش تقابونا وفلاشتين وتأكسفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من الفيديوهات المغرب اليوم